ثم نتكلم عن الخطة التسويقية الخطة التسويقية نقصد بها أن يكون عندنا أهداف واضحة استراتيجيات واضحة الميزانية كذلك لازم أن تكون واضحة ولما تتكلم مثلا على سبيل الافتراض أهداف الخطة سألا نتكلم عن أهداف الخطة لازم تكون عندي أهداف والخطة التسويقية واضحة وما هي تلك الاستراتيجيات التي تساعدني في الخطة التسويقية وما هي الميزانية التي أستخدمها في الخطة التسويقية لكل خطة تسويقية لا ميزانية تتناسب مع وضعية المنظمة تتناسب مع مقدارات المنظمة المادية والبشرية وإلى آخر competitors نبدأ عن الإدارة تغطية خلفيات فريق إدارة الشركة من هم فريق الشركة؟ من هو مجلس الإدارة؟ من هو المدير؟ من هم المسوقين؟ من العنصر المؤثر في الشركة يلزم إضافة ملحق يحتوي سيرة ذاتية لكل فرد مشار إليه في النبذة عن الشركة أحيانا يكتب كآخر عناصر الخطة أو في هذا الموقع أو حسب ما يراه رائد الأعمال فحندنا نتكلم عن النبذة عن الإدارة نتكلم عن من هم فريق عملي هل أنا كرائد أعمال أذكر مجلس الإدارة أذكر المؤثرين صاحب الفكرة وبذلك لابد أن يكون عندي برضو نبذة عن الشركة وعن من سيقوم أو من يقود تلك الشركة أحيانا يتضاف كملحق إضافي في آخر الخطة وهذه تعتبر من ضمن ما يراه رائد الأعمال التحليل المالي تتطرق الخطة المالية لنمو المالي المتوقع تشرح من أين تأتي الأموال اللازمة لتشغيل النشاط تتكون من الميزاني العامة قائمة الدخل جد والتدفق المواد تحليل التعادل هذه تعتبر من ضمن الأساسيات التي تطرق لها الخطة المالية لازم يكون عندي الميزاني العامة وش ميزانيتي؟ ما هي الميزاني التي ترح تخذ به هذا المشروع؟ ما هي قائمة دخلي؟ هل هناك التزامات مالية أو لا؟ جد والتدفق المواد هل جد والتدفق المواد ينتفق في فترة زمنية معينة؟ أو لا حسب تنفيذ الأعمال تحليل التعادل من حيث الاستهلاك ومن حيث الربحية أو من حيث التكلفة والربحية هذه لازم تكون كذلك واضحة من حيث التحليل المالي لازم يكون عندي انطباع أن هناك فعلا ربحية ولازم تكون هذه الربحية واضحة ودقيقة ولازم تكون مؤيدة أو كما يذكر في بعض الأحيان تكون مؤكدة بطرق علمية وليس تخمينية ترجمة نانسي قنقر